اليوم بهذا الفيديو رح نتعرف على التركاية صغيرة بتسرعلي الانترنت او فيني اقول بتحسن جودة الانترنت التركاية اللي رح احكي عنها هي حجم الامتي يو والامتي يو يا شباب هو خيار بالراوتر بامكاننا تغيير الحجم الخاص فيه بيسأل شخص شو هو الامتي يو بكل بساطة يا شباب هو المكسيموم ترانسميشن يونيت وبتعني الحجم الاقصى لوحدة نقل البيانات او الحزم اللي عم يتم تجزئتها لمجموعات صغيرة بدلا من نقلها الدفعة واحدة من خلال الراوتر بمثال اوضاح عندك صندوق تفاح بداخله 30 تفاحة وبدك تنقله من مكان لمكان تاني ولو نقلت دول التفاحات واحدة واحدة رح ياخد معك الامر وقت طويل كتير لذلك انت بحاجة لصندوق بيشوي جميع التفاحات وتنقله النقلة واحدة والطريقة للوصول لخيار الامتي يو بالراوتر اول شيء ندخل على عنوان الراوتر المعروف 192-168-1-1 ونضغط انتر وتطلع لي الصفحة الخاصة بالولوج لواجهة البرمجة واغلب الراوترات بيكون اليوزر نيم الخاص فيها admin والباسورد admin فمثلا عندي واجهة الديلينك هون بنتقل عند الانترنت سيتاب وبوضع الدائرة على اعدادات الانترنت الخاصة فيني طبعا انا في عندي عدة اعدادات لانه في عندي اي بي تي في على نفس الراوتر غالبا انت رح يكون عندك اعداد واحد ما في غيره وبضغط على edit وضمن واجهة البرمجة بنزل لتحت شوي لحتى لاقي خيار الامتي يو مثل ما انا شايفين هون عندي mtu size او حجم الامتي يو وعم يقل لي انه هو بياخد من 576 لعند 1492 وبالنسبة لراوترات التي بي لينك كذلك الامر بدخل على واجهة البرمجة وبالانترفيس سيتاب بنتقل عند انترنت ومن هذا المكان بختار البي في سي اربع او البي في سي صفر على حسب المكان اللي موجودة في اعدادات الانترنت عندك بتنزل لتحت شوي وبتلاحظ انه اعدادات الانترنت موجودة عندك بهذا المكان وكذلك الامر بالنسبة للامتي يو بتلاقي موجود بهذا المكان وبإمكانك تعديل الرقم بهذا المكان وهلأ شو هي الطريقة اللي احصل على افضل امتي يو عندي بروح لعند خانة البحث بويندوز عشرة وبكتب فيها cmd بيطلع لي موجه الاوامر وبضغط زر يميني عليه تشغيل كمسؤول تطلع لي نافذة موجه الاوامر بهذا الشكل في عندي سطر هالتعليمه هاي رح اتركلكون اياه بوصف الفيديو بامكانك تنسخه متل ما هو بعمل زر يميني نسخ بنتقل لموجه الاوامر وبضغط بالزر اليميني وبتلتسق من تلقاء نفسه او بتعمل زر يميني ولسق او ctrl و v رح نبلش مثلا من عند الرقم 1000 وبنضغط انتر متل ما اننا ملاحظين طلعوا لي هدول الارقام بهذا الشكل 112 112 112 بشكل متسلسل تمام وعب يعطيني انه اللوس او الفقد هو صفر بالمية و 77 ms هذا الكلام كتير ممتاز وعطاني النسبة الافضل مباشرة ولكن رح نجرب قيمة عالية مثلا رح نجرب لنفرض 1400 نضغط انتر منلاحظ انه بهذا المكان ما عطاني ارقام متل ما اننا شايفين غير النتيجة اللي طلعت اول شيء منلاحظ انه هون ما عندي ارقام وعطاني نسبة الفقد 75 بالمية بالتالي النسبة غير صحيحة ابدا الف واربعمية رح ارجع اكتب الامر وطبعا بطريقة كتابة الامر بسيطة جدا عن طريق الزر السهم للاعلى بالكيبورد بيرجع بينكتب الامر مباشرة رح اكتب بدال الف واربعمية طبعا بالباك سبيس على الكيبورد برجع خطوات لوراء وبكتب الالف وثلاثمية مثلا كذلك الامر عطاني بدون ارقام وعطاني نسبة الفقد 100 بالمية رح ارجع اضغط سهم للاعلى لتنكتب التعليمي وكذلك الامر بعمل بالباك سبيس عودة للخلف ورح اكتب 200 واضغط انتر متل ما اننا شايفين عطاني ارقام وكذلك الامر عطاني نسبة الفقد صفر وكذلك الامر الافرج متوسط الام اس هو 82 وطبعا هذا الرقم يا شباب طول ما انه تحت المية فهو ممتاز جدا وبتظلك تكرر العملية اللي حتى تحصل على افضل نسبة بالافرج اللي هي تحت المية يعني اذا بتوصل للخمسين للخمسة وعشرين فهذا الرقم بيكون ممتاز جدا وهون طبعا فيك تختار الرقام مع فئات العشرات فمثلا رح نعمل بالسهم الاعلى لفوق ورح ناخد الف وميتين وعشرة منلاحظ طلعت النسبة ل83 بالتالي رح ااخد نسبة اقل الف ومية وتسعين منلاحظ انه عطاني نسبة الافرج 77 ام اس ومتل ما خبرتكم بتضلوا تحاولوا وتنزلوا عشرة عشرة لحتى تحصل على اقل نسبة ممكنة فمثلا الالف ومية وتسعين مبدئيا هي مناسبة جدا رح انتقل عن صفحة الراوتر ووضع هذا الرقم بهذا المكان متل ما اننا شايفين الامت يو سايز رح اوضع الالف ومية وتسعين وبعمل أبلاي تطبيق وهيك بهي العملية بكون طبقت الاعدادات عندي على راوتر الدي لينك كذلك الامر بالنسبة لراوتر التيبي دينك نفس الطريقة تماما نكتب 1190 فرضان او 1200 حسب ما ظهر لك الامت يو المناسب للخطي اللي عندك وبنهاية الصفحة بتضغط على سيف شكرا لمتابعتكم اصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية